في الحلقة اللي فاتت اكلمنا عن موبايل جوجل بيكسل سيكس برو وفي الحلقة دي تنتكلم عن النسخة العادية وحب اقولك يعني ان اختلافا بينهم من ناحية التصميم الشاشة الكاميرات شوية بس من ناحية اهم حاجة وهي المعالج لا هو هو يعني يديك نفس الاداء بس يعني يلا من غيره كتير تعب نبدأ على طول الطول هنا 158 ملي متر وبعرض 75 ملي متر وصمك 9 ملي متر وبوزنة في حدود 207 جرام والظهر بتاعه هيجي مصنوع من الازاز مع فريم من الالامونيوم وبييجي عليه طبعة حماية من نوع جوري جلس سيكس وده عكس نسخة البرو اللي بتيجي كوري لغلاس فاكتوس وبدعم تركيب شريحة التصال واحدة مع دعم شبكات الجيلة الخامس وطبعا كعدة اي مبار رائد استقنع عن مدخل سماعة التقليدي 3.5 وبنسبة لسطر خارجي فأكيد يعني هيجي استيريو وبييجي مع مرية IP68 ويقدر يقعد تحت المياه العمكي مترو نص لمدة نص ساعة أما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.4 من 10 بوصة مع نسبة استحواز 84% بدقة FHD Plus وبأبعاد 20 إلى 9 ومع كسافة بيكسلات 411 بيكسل لكل بوصة وبتدعم تقنية ال HDR 10 Plus وبتيجي بمعدل تحديث عالي واللي هو 9 هيرتز وبتدعم كمان تقنية الوس انتوس بيلي والبصمة بتيجي تحت الشاشة وبيجي عليها طبعة حماية من النوع جوراليس فاكتوس وبنسبة للمسافات الشاشة ديت فهي شاشة ممتازة جدا بس مش زي النسخة البرو يعني مثلا معدل تحديث أقل شوية نسبة استحواز كمان أقل ودقة شاشة أقل مختلف نسبيا فأكيد نسخة البرو أفضل بس يعني مش ديت يعني لتعمل أزمة في النص أما بقى بالنسبة للرام والزاقرة فالموبايل بيجي بنسختين الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام وللأسف مش بدعم تركيب بطاقة خزين خارجية أما بقى من ناحية نظام التشغيل والأداء فالموبايل أكيد هيجي طبعا بالنظام تشغيل أندرويد 12 أصلا الموبايل دوت من شركة جوجل اللي هي يعني صاحبة الأندرويد فأكيد يعني هتنزل أحدث إصدار ومع معالج برضو مخصوص من شركة جوجل ودي طبعا حاجة جديدة جدا من الشركة اللي هو معالج جوجل تنسر القلب الدنيا يعني الفترة اللي فاتت اللي بيجي بدقة تصنيع 5 نانوميتر وبتمن أنوية أول أربعة بتردد 1.8 جيجا هرتز واللتين التانيين بتردد 2.4 جيجا هرتز وأقوى اتنين فيهم بيجي بتردد 2.8 جيجا هرتز مع معالج رسومي مالي جي 78 وطبعا من ناحية ده المعالج دوت فواضح من الأرقام أنه هيديك أداء ممتاز جدا بنحية برامج وألعاب وسوفتوير بس خد بالك هنا اللي الموبايل دوت من شركة جوجل اللي هي بتصنيع الأندرويد وعليه معالج برضو من الشركة هي بتصنيع الأندرويد فغالبا هيكون أفضل موبايل أندرويد هيديك أحسن أداء علشان يعني هيكون مستغلين كل نقطة فيه وهيكون معمول حسابها بالصح كمان يعني بالصح طوف زي ما بيقولوا أما بقى بالنسبة للكاميرات هنا فالموبايل بيجي باثنين كاميرا خلفية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 وبتدعم تثبيت البصري والكاميرا التانية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 ودية كاميرا ألترويد بتصور بزاوية 114 درجة وبيجي معم فلاش لدو مزدوج وبتدعم تقنية الباندراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 ميجا بيكسل أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وبتدعم تقنية الHDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 ميجا بيكسل وبنسبة ليعني أداية وجهة الكاميرا الدية فأنا مش هتكلم عليها أقولك بس حاجة واحدة في موبايلات جوجل اللي فاتت لما كانت أرقام الميجا بيكسل قليلة كانت تديك أفضل أداء من ناحية الكاميرات الموبايلات عموما من حيث يعني المعالجة بتاعت الموبايل للصور تخيل بقى بالإمكانيات ديت والمعالج بتاحهم والسوفتور بتاحهم شوف بقى جوتة الصور هتكون عاملة ازاي وبنسبة لبقى تقنيات فالموبايل ينهيد عن واي فاي من إصدار 6CE والبلوتوز من إصدار 5.22 ومعهم كمان الGPS وتقنيات NFC بس أكيد طبعا ما فوش الراديو أما بقى بالنسبة لبطارية فالبطارية بتيجي بساعة 4600 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بكوة 30 واط مع الشحن من نوع Type-C يعني تقدر تشحل بطارية من 0% إلى 50% في 30 دقيقة بس والشحن اللي سلكي بقدرة 21 واط وطبعا اختلاف البطارية بالنسخة العادية ونسخة البرو في حدود 400 ميلي أمبير برضو مش فرق كبير قوي بس كده كده أنا خلصت كل حاجة عن الموبايل وبنسبة الرأي فيه لأنه شايفون هو موبايل كويس جداً جاي من شركة جوجل هو والنسخة البرو علشان يعني شركة جوجل بتهتم جامد جداً بسوفتفور بتاعها نادراً لما تلاقيه هنج ده لو هنج أساساً هيفضل يوصل له تحديثات كتيرة جداً جداً عكس يعني بقية موبايلات الأندرويد اللي بيوصل لها اتنين تحديث بس أندرويد بس كده ما تنساش بس تقول له رأيك عنه في التعليقات ولو عندك قاس ألسبهولي وأنا بإذن الله أرد عليك والسلام عليكم